الوحدة الحادية عشرة وصايا لقمان الدرس العشرون تفسير الآيات من السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة أخي الطالب في الآيات التالية بقية وصايا لقمان لابنه فتأملها وعمل بها تسعد في الدنيا والآخرة قال الله تعالى قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أكم الصلاة لا توأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير موضوع الآيات الإشارة إلى وجوب مراقبة الله تعالى الأمر بإقامة الصلاة والدعوة إلى الله والصبر على ما ينال الداعي من الأذى الدعوة إلى التخلق بمكارم الأخلاق واجتنا بمساوئها أخي الطالب أمامك ثلاثة موضوعات ضع أمام كل موضوع رقم الآية المناسبة معاني الكلمات الكلمة معناها خردل تصعر مختال أغضض نبات له حب صغير جدا يضرب به المثل في الصغر تميل متبختر اخفض تفسير الآيات من السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة يا بنيا إنها أي الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثقال حبة من خردل أي زنة حبة الخردل فتكون في صغرة أو في السماوات أو في الأرض فتكون هذه الخردلة في صخرة أو في أي موضع من السماوات أو في أي موضع من الأرض يأتي بها الله يحضرها يوم القيامة ويحاسب فاعلها عليها إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها يا بنيا أقم الصلاة يا بنيا أد الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها وأمر بالمعروف وأمر الناس بطاعة الله واتباع أمره وانهى عن المنكر وانهى الناس عن معصية الله ومواقعة محارمه واصبر على ما أصابك أي على ما سيصيبك من الأذى في ذلك إن ذلك أي ما ذكر من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك من عزم الأمور أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا تصعر خدك للناس ولا تمل وجهك عن الناس إذا تكلمت معهم احتقارا لهم وتكبرا عليهم ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا إن الله لا يحب كل مختال في مشيه فخور هو من يفتخر على غيره بما له من مال أو قوة أو غير ذلك وقصد في مشيك ليكن مشيك معتدلا بين الإسراع والبط واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أقبح الأصوات وأبشعها صوت الحمير الفوائد والاستنباطات إذا علمت أن الله لا تخفى عليه خافية وأنك مهما أتيت من عمل فإن الله مطلع عليه وإن بلغ في الصغر وزن حبة الخردل فإن الواجب عليك أن تخشى الله تعالى وأن تستشعر رقابته عليك في أي زمان أو مكان فلا تقدم على معصيته وأنت تعلم أنه يراك فكر الدين ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان في أي مرتبة من هذه المراتب يدخل ما ذكر في هذه الفائدة مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك الأمر بإقامة الصلاة وإقامتها تعني المحافظة عليها وأداءها في وقتها واستيفاء شروطها وأركانها وواجباتها مع الخشوع فيها وعدم العبث في أثنائها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم فرائض الدين فالواجب على المسلم أن يقوم بهما قدر استطاعته مع مراعاة شروطهما مثل العلم بأن ما يأمر به هو معروف حقا وأن ما ينكره هو منكر فعلا وأن يكون ذلك بالأسلوب المناسب الموافق للشرع مع استعمال الرفق واللين مهما أمكن الصبر من أهم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم ولا سيما في القيام بالتكاليف الشرعية مثل الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن في كل ذلك من المشقة ما يحتاج معها المسلم إلى الصبر ليكون عونا له على ذلك القيام بالتكاليف الشرعية من عزائم الأمور التي لا يوفق لها إلا أهل المكارم والعزائم فإذا رأيت من يتهاون بالواجبات الشرعية فاعلم أنه من أهل البطالة والكسل الكبر والخيالاء خلقان ذميمان يحملان صاحبهما على الأفعال الذميمة من الإعراض بالوجه حال الخطاب مع الناس والتمختر حال المشي وذلك يوجب المقت من الله تعالى والبغض من الناس لأن الله تعالى إذا أبغض عبدا بغضه إلى الخلق ألحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب من التواضع والبعد عن الفضاظة والغلظة ومشابهة الحيوانات حال المشي والكلام نشاط تضمنت الآيات في هذا الدرس والدرس السابق جملة من الوصايا النافعة بالتعاون مع زملائك رتب هذه الوصايا حسب موضوعاتها التوحيد الذي قامت عليه دعوة الأنبياء والمرسلين وعدم الشرك بالله حق الوالدين أن العمل إذا كان بقدر ثقل حبة من خردل يجاز الإنسان عليه خيرا كان أو شرا إقامة الصلاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر على ما أصاب الإنسان من مكاره الدهر وصعوبات العيش لا يحرف الإنسان وجهه عن الناس كبرياء وتجبرا لا يمشي في الأرض مختالا يتوسط في كل أموره لا زيادة ولا نقصان يخفض صوته فلا يرفعه كما يرفع الحمار صوته فإن صوت الحمار من أنكر الأصوات آثار سلوكية أحفظ وصايا لقمان وأعمل بها جميعا التقويم الواجب على المسلم إذا علم أن الله لا تخفى عليه خافية وأنه مهما عمل من عمل فإن الله مطلع عليه وإن بلغ في الصغر وزن حبة الخردل وجب عليه أن الله يراه في كل عمله فيتق الله في كل شيء ويخشى الله تعالى في كل زمان ومكان بيّن معاني الكلمات التالية تُصاعر مرحا أغضض أنكرا تُصاعر تُمل وجهك عن الناس إذا تكلمت معهم احتقارا لهم وتكبرا مرحا متبخترا اغضض اخفض اغضض اخفض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم فرائض الدين مثل لأهم آدابها مثل العلم بأن ما يأمر به هو معروف حقا وأن ما ينكر فعلا وأن يكون بأسلوب مناسب موافق للشرع مع اللين والرفق استدل من الآيات على كل مما يلي الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اتبخت رحال المشي وافتخار الإنسان بما عنده من الأخلاق التي توجب المقت من الله تعالى والبغض من الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور البعد عن الفضاظة والغلظة ومشابهة الحيوان في الكلام واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أضف لمعلوماتك أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة رفيعة في الإسلام وهو من فروض الكفاية كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران الآية الرابعة بعد المئة وهما سبب الخيرية لهذه الأمة فقد جعلها الله خير الأمم لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سورة آل عمران من الآية العاشرة بعد المئة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب وقواعد أهمها العلم والصبر واستعمال الرفق ما أمكن والتدرج ومراعاة المصالح والمفاسد بحيث لا يترتب على إنكار المنكر منكر أشد منه وقد كان للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهود مشكورة في حفظ القيم والأخلاق في المجتمع والحفاظ على السلوك والآداب الإسلامية بين الناس ترجمة نانسي قنقر